السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله رايحين يكون خصيص لسنة الأولى متوسط جبت لكم أهم الوضعيات المقترحة في الاختبارات ركزوا على هذا النوع من التمارين لأنه هذا التمارين هما من هذا النوع اللي رايحين يكونوا إذن عدنا I put the words in the right place معناتها رايحين نكتبوا الكلمات في المكان المناسب أو في المكان الصحيح شوفوا هنا مدونا مجموعة من الكلمات ومدونا ثلاث زهرات كل زهرات كتبونا النطق انتحة من الأسفل هنا سهلو لكم في التمارين نمدو لكم أمثلة باش تقدروا تتبعوا عليهم عدنا الإكزامبل الأول اللي هو المثال الأول عدنا day and take النطق هنا انتعلى I كيفاش يكون I خفيف I take day هنا رايحين تحوسوا على الكلمات من هذ المجموعة اللي عندها نفس النطق بالحرف A عدنا number two عدنا I كما nice I nice تحوسوا في المجموعة شكل اللي عندها نفس النطق كما كلمة nice عدنا الحرف الثالث عدنا this and ease this and ease هنا عدنا I I تحوسوا أيضا في المجموعة على الكلمات اللي عندها نفس النطق بالحرف I I I أوكي؟ هنا تركزوا عند النطق ماشي على الحرف لأنه قادرين تلقاوش حرف I ولكن النطق يكون I ركزوا على النطق ما تتبعوش الحروف هنا بعد ما تقرأوهم ركزوا قلت لكم دايما نركزوا أقرأوا بالعقل وشوفوا الكلمات اللي يشبهوا لهم وين رح نديروهم في أي خانة من هذه الخانات أقرأوا الكلمة الأولى وأقرأوا الأمثلة لف الخانات وشوفها وش من الخانة تطح فيها وشنهي الخانة المناسبة لهذا الكلمة ولهذا النطق إذن عدنا time name six my slate middle نشوفوا مع بعض الحلتة هذا التمرين بعد ما تكونوا حاولتوا فيه أوكي عدنا day take name slate name slate slate I nice high time my time my شوفوا هنا my m y بالصح مشي m e ولكن نطق انتا حاكن I أوكي على ذيك نقولكم ما تركزوش في الحرف مشي تشوفوا الأمثلة وش من الحرف مكتوبة انت رحوا تديروا الكلمة بنفس الحرف معاها لا هنا حاولوا تنطقوها تهدروها اوكي عدنا this is this is عدنا six middle six middle six middle اوكي ننتقلوا الآن للتمرين الثاني I read and supply the capitalization and the punctuation هنا الcapitalization هي كتابة الكلمة with a capital letter معنى هالكلمة يكون فيها الحرف كبير والpinctuation اللي سبق وقرناها اللي هي dot او كما عدنا dot كما question mark exclamation mark ولا عدنا full stop اوكي اذا dot هي full stop انتم مقرأتوها بfull stop اللي هي النقطة عدنا كما اللي هي الفاصلة exclamation mark علامة التعجب question mark علامة الاستفهام هنا تقرأوا الكلمة ولا الجملة وتشوفوا وش ناقص فيها وهي عبارة عن سؤال عن جملة عادية ندروا لها النقطة في الاخير الى كانت سؤال ندروا لها علامة الاستفهام الى كانت تعجب ندروا لها علامة التعجب اذا هنا عدنا hi my name is brahimi what is your name hi my name is brahimi what is your name هنا شوفوا وش يخص في الكلمات task 3 اللي هو التمرين الثالث i help sarah find the right word هنا راح نعاونه سارا باش تلقى الكلمات المناسبة في المحادثة انتحة باش نكملوا معها الفراغات so عدنا respect معنتها احترم او الاحترام pupil اللي هو التلميذ and هو علامة الربط مع name الاسم اوكي عدنا respect pupil and name نكملوهم مع بعض عدنا عدنا my is sarah i am a good i my teachers mates mates انا سارا i am a good i my teachers mates هنا شوفوا الكلمات بتماعون وشوفوا كيفاش نكملوا الفراغات عدنا written expression اللي راح يكون عندكم تعبير i write a paragraph about me رايحين نكتبوا فقرة حول نفسي هنا في الفقرة كل واحد يدير المعلومات الخاصة به بذكر name اللي هو الاسم age العمر job الوظيفة school المدرسة اسم المدرسة country البلد town المدينة اللي تسكنوا فيها هنا المعلومات كل واحد يدير المعلومات الخاصة به نشوفوا حلول هذا التمرين بعد ما تكونوا حاولتوا فيه موحدكم شوفوا معايا الحلول i read and supply the punctuation and the capitalization عدنا hi capital h هنا دلنا فاصلة اللي هي كما my name is براهيمي my name is براهيمي full stop براهيمي كتبنا capital letter لأنه اسم عالم هنا الcapital letters نكتبوهم كيكونوا عدنا أسماء من تعبالد أو تعإنسان نقطة انتهت الجملة what is your name what is your name هنا ال-W أيضا تكون كبيرة فقط أنا ما كتبتاش بالأخضر كتبتها بالقلم عادي دوندروها باللون مخالف باش تعرفوا باللي تختلف وهذه هي اللي كان خاص فيها الcapital letter what is your name question mark علامة الاستفهام إذن hi my name is براهيمي capital B dot or full stop what is your name capital W and question mark ومبعد كان عدنا I help Sarah find the right words so my name is Sarah I am a good pupil I respect my teachers and my mates اسمي Sarah أنا تلميذة جيدة أحترم أساتذتي وزملائي my name is Sarah I am a good pupil I respect my teachers and my mates إذن هذا هو حل التمرين للكلمات اللي كانوا خاصين أو الكلمات اللي كانوا نقصين هنا دايما أركزوا أقرأوا بتماعوا باش تعرفوا وشنو هي الكلمة اللي كانت خاصة وأيضا في punctuation أقرأوا الكلمة أو عفوا أقرأوا الجملة شحل من مرة باش تقدوا تكتشفوا إلا كانت جملة عادية أو سؤال أو تعجب ومبعد كان عدنا written expression اللي هو التعبير الكتابي كل واحد تكتب على نفسه أنا هنا دتلكم مثال وانتو مبدلوا فقط الأعمار انتحكم والمكان اللي تدرسوا فيه my name is Khalid I am 12 years old I am a pupil at محمد بالعربي middle school I am from Algeria I live in Bleda my name is Khalid I am 12 years old وبعد تقولوا I am from Algeria I live in Bleda ولا تخلوها في الأخير كما تحبوا I am a pupil at محمد بالعربي middle school I am from Algeria I live in Bleda إذن هنا my الآن تكون دائما capital letter لأنه راح نبدو الفقرة خالد أيضا الاسم انتعك راح يكون capital letter وبعد النقطة دائما الكلمة أو الحرف اللي نبدو به الكلمة بعد النقطة راح يكون أيضا capital letter I am 12 years old تذكر العمر انتعك هنا من الأحسن تكتبوه بالحروف باش تتبينوا للأستاذ بلي راكم فاهمين أنه الدروس ولا ما عرفتوش تكتبوه فقط بالأرقام إذن كانت هذه الفقرة وهنا كل واحد يكتب المعلومات الخاصة به أوكي عدنا activity 4 I write capital letters and punctuation marks هنا عاودت لكم نفس التمرين بأمثلة أخرى باش تفهموه أكثر وتقدروا تعرفوا الفرق بين كل كيفاش نكتبوه punctuation والcapital letters I am زكريا I live in city I am زكريا I live in city أنا زكريا I live in city Nice to meet you زكريا Nice to meet you زكريا Nice to meet you زكريا هنا بعد ما تعرفنا على زكريا قلنا له Nice to meet you زكريا هنا شوفوا الكلمة هنا الجملة قلت لكم الحرف الأول في الجملة دائما يكون حرف كبير بمعنى capital letter وكي يكون عدنا اسم أيضا الأسماوات الحرف الأول انتحة رح يكون capital letter أوكي والنقطة والفاصلة أنتوما أيضا تعرفوا المكان انتحة بعد ما تكتبوا هذا التمرين وشفتوا النموذج كيفاش داير زدت لكم نموذج آخر وبعد نشوفوا الحلول مع بعض I write the month of the year according to their number نحن عطولنا أرقام ونحن نكتبوا الشهر المرادف لكل رقم عدنا رقم واحد نمدونا الحرف الأولى اللي هي جا رقم ثلاثة M رقم خمسة M رقم عشرة O انتوما هنا أقرأوا الأشهر وعرفوه تكملوا الفراغات activity 5 I fill in the gaps with A A an and the هذا هنا definite article رحين نكتبوا نكملوا الفراغات بA A an أو the حمزة is farmer and مهدي is electrician حمزة has dog and مهدي has cat dog is brown and cat is black and white هنا رقزوا جيدا في الفراغات وش يخص فيهم حمزة is farmer and مهدي is electrician حمزة has dog and مهدي has cat dog is brown and cat is black and white احنا وين راح الفراغ اللي نديرو فيه A وين راح الفراغ اللي نديرو فيه A an وين راح الفراغ اللي نديرو فيه The اذا تابعوا معايا حلول هذا الثلاث تمارين لإن شاء الله هتفيدكم وتستفادوا I write capital letters and punctuation عدنا I حرف كبير لأنه في بداية الكلمة أو الجملة عفوا I am زكريا زكريا هنا نكتبه الاسم ب capital letters I بعد درنا نقطة اللي هي full stop بعد مور النقطة داي من الحرف نبدوه كبير capital letter I live in city city أيضا تكتب capital letter لأنه هنا city من الأسموات أوكي I am زكريا I live in city nice to meet you زكريا نقطة nice to meet you زكريا نقطة في city كيكملنا الكالية للجملة درنا نقطة في nice to meet you عدنا الأن في بداية الجملة يكون كبير زكريا الاسم أيضا يكون بالحرف الكبير وبعد عدنا نقطة ننتقلوا activity to كانوا عدنا the month اللي هما الأشهر عدنا الرقم واحد هو january رقم ثلاثة march رقم خمسة may and رقم عشرة october october هنا عدنا activity اللي كان فيها a an and the كيما سبقوا وشرت لكم في المراجعة نديروا a كيكون الكلمة تبدأ بالconsonant ونديروا an كي تكون الكلمة تبدأ بالvowels اللي هما a e e and u and o هنلي هما خمس حروف كي نلقوا هذة الخمس حروف نديروا an كيما نلقوها مش نديروا a وكيكون عدنا the هنا رحين نعرف كلمة جديدة so حمزة is a farmer f and مهدي is an electrician e حمزة has a dog and مهدي has a cat the dog is brown هنا the لانا رحين نعرفوا لون الكلب the dog is brown and the cat is black إذن هنا نديروا a كيكون عدنا الكون ونديروا an كيكون عدنا e a i u and أو والthe كنكون رحين نعرفوا لون تحاجة الاسم تحاجة أي حاجة رحين نعرفوها نكتبوا definite article اللي هو the إذن كان هذا هو التمارين رح تكون مقترحة في الاختبارات ركزوا على هذا النوع من التمارين وركزوا على المراجعة وارجعوا للمواضيع والاختبارات اللي سبقوا وانشرتها رايحة تفيدكم إن شاء الله وتستفادوا اللي عندوا أي سؤال ولا حاجة مفهمهاش معلي غي خليها لي في التعليق أترككم في رعاية الله وحفظه بقاو على آخر